تستمر مدينة الملك عبدالعز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني استقبال الراغبين في تلقي لقاح ضد فيروس كورونا من منسوبي الوزارة عبر مركزها الأول في مدينة رياض حيث وصل عدد من تلقوا اللقاح إلى أكثر من 8000 شخص كما قامت الشؤون الصحية في الحرس الوطني بإعطاء اللقاح المشاركية في الحد الجنوبي والذي تجاوز عددهم الـ 400 ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو هو الدكتور فهد الحمودي رئيس لجنة مركز لقاحات كورونا في مدينة الملك عبدالعز الطبية بوزارة الحرس الوطني دكتور فهد سعيد بوجودك معي اليوم في البرنامج حياة كلمة السكرة برخير يا رب سهله دكتور فهد لدي معلومات حول قرابة الأسبوع على انطلاق مركز اللقاح التابع لمركز الملك عبدالعزيز الصحية والخاص بمنسوبية وزارة الحرس الوطني هل لك أن تطلعنا على حجم الإقبال على هذا المركز؟ تمام طبعا احنا اليوم يمكننا يعتبر اليوم الخامس من بداية افتتاح المركز المركز من بداية الافتتاح إلى اليوم استقبل أو خنقل إلىين أمس استقبل أكثر من 8000 مستفيد المركز جهز لاستيعاب في المرحلة الأولى استيعاب 2500 مستفيد في اليوم الواحد وممكن زيادة الطاقة الاستيعابية هذه في المرحلة القادمة وكانت الخطة أنه على الأسبوع الثاني إلى 4000 مستفيد في اليوم الواحد الإقبال بيعتبر جيد لكن نطمح لأعداد أكبر لأن الطاقة الاستيعابية كبيرة وتستوعب أعداد أكبر من اللي استقبلناها إلى الآن يعني بعد هذا الإقبال هل تنوي أيضاً أشياء الصحية افتتاح مركز أخرى في الرياض؟ ما في شك حنا المرحلة الأولى كانت تتركيز على المركز هذا والخطة المستقبلية القريبة افتتاح مركز الرعاية الأولية بحيث أن يصير في أكثر من مركز مجهز للمستفيدين يتلقم فيه اللقاح المطلوب يعني 2500 طاقة هي طاقة الاستيعابية للمركز في اليوم الواحد بلغة الأرقام من تلقوا هذا اللقاح لهم المنسوبين فقط الحرس الوطني ولا تأتينا أكثر إضافة؟ طبعاً الفئة المستهدفة للعسكريين والمنسوبين الوزارة في القطاعات الأمنية والمدنيين في الوزارة كذلك الكادر الصحي الموجود بشؤون الصحية وطبعاً عوائل منسوبين وزارة الحرس الوطني يعني الفتاعته في الرياض وفيه أيضاً نية لفتح مراكز أخرى المناطق الأخرى ما هي خطتكم حولها؟ طبعاً يمكن منتصف الشهر الحالي شهر مارس بيتم افتتاح مركز في مدينة جدة وكذلك مركز في مدينة الاحسة وكذلك بيتم تلقي اللقاح في مراكز العائلة الأولية في المدينة المنورة وفي الدمام ويمكن أننا بدأنا في نفس فترة الرياض مركز صحي نجران للمستفيدين في الأبطالنا وجنودنا في حد الجنوبي كلمنا عن هالمركز الحد الجنوبي افتتاحه وحتى الآن أعداده أربعمائة تقريباً لتلقي اللقاح طبعاً المركز هو مركز صحي أعتقد فيه أكثر من عشر عيادات وإلى الآن تلقى فيها أكثر من أربعمائة مستفيد طبعاً الفئة المستهدفة للجنود بالمقام الأول وبعد ذلك عوائلهم إن شاء الله بالنسبة لمنسبة الوزارة كيف في الحد يعني أنتم الأربعمائة هذا هي الطاقة الاستيعابية للمركز اللي في الحد الجنوبي ولا طاقته أكثر لا طبعاً طاقته أكبر من أربعمائة في اليوم طبعاً أربعمائة في الخلال كانت خلال ثلاث يام أو أربع يام أعتقد يستوعب عدد أكبر والتنسيق الآن مستمر بين الإدارات المعنية في الشيون الصحية وبين الإدارات القائدة العسكرية اللي بيفتتح أول الفرع الثاني في الرياض ولا في المناطق الأخرى أعتقد الأقرب إن شاء الله على منتصف الشهر وحتى في فرصة أقرب في مدينة جدة وفي الحسن وكذلك الدعم ومدينة يعني الطاقة الاستيعابية 2500 في اليوم دكتور فهد هل هذه تجي كاملة ولا الأعداد أقل من ذلك؟ طبعاً في أول ثلاث أيام كانت تقريباً كاملة الطاقة اليوم أنا اللي بعدها يمكن قلت شوي لكن نحن قاعدين دور على حلول تشجيعية للناس أنها تسجل معنا لأخذ اللقاح ومتوقع إن شاء الله لأسبوع القادم الأعداد تكون أفضل بإذن الله نتمنىكم توفيق إن شاء الله دكتور فهد الحمودي رئيس لجنة مركز لقاحات كورونا بشوء الصحية بوزارة الحرس الوطني شكراً جزيلاً لك توفيق